السلام عليكم لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله ان اعجبك الفيديو لا تنسى الاعجاب والاشتراك في القناة الصوم عبادة سامية وكتقع واحدة تغييرات فيزيولوجيا في جسم الانسان ومن بينها واحدة رائحة قد تبدو كريهة في افواهنا انبعاتات ربما بعض الروائح من البطن فبعض الناس يتحرجون يقول لك ماذا علي ان افعل البعض ربما قد يستعمل معجول الاسنان لكي يطهر فمه بش يحافظ على رائحة طيبة البعض الاخر يستعمل بخاخ معطر في رائحة العنب او رائحة اخرى بش يبقى دايب محافظ على رائحة طيبة كنقولوا هذا امر غير سليم اللي احنا مطالب به هو المضمضة في الوضوء ان تتمضمض في الوضوء دون ان تبالغ هذا المطالب به معجول الاسنان ممكن استعمله قبل رفع ادن الفجر مخافة ان يتسرب الينا شيء منه الى الجوف ونتذكر بان النبي صلى الله عليه وسلم قال لنا لخلوف فمي الصائم اطيب عند الله من المسك هذا رأي حلقة ملك انتكاريها رأي عند رب العالمين معظمة شأنها كريم وقال لك بانها اطيب عند الله من المسك فلنصبر ونحتسب هناك ضريبة الصيام ومن سوش لك الرائحة الكريهة رقى لك العلماء ناتجة عن احتراق الخلايا السرطانية في الجسم فكل شفاء ودواء الا من كان مضطرا ولا يستطيع ان يقبل هذا الوضع ان ذاك ربنا عز وجل لا يكلف نفسا الا وسعها له ان يستعمل معجول اسنان او اي مادة اخرى معطرة شريطة ان يتحرز حتى لا يتسرب الي شيء الى الجوف حتى يبقى طاهرا بامر الله تعالى السلام عليكم لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله اشتركوا في القناة